على طريقتي ومفهوم الدولة الآمنة المطمئنة لعزيزة الجانب في كثير من أقاليم الأرض بأيامنا هذه لدى بعض أصحاب السلطان وإليك إحدى حكايات الشرف الرفيع بمرحلة قريبة من مراحل التاريخ أسرة ألمانشيني الإيطالية التي سطع نجمها في أوروبا بين سنة 1500 و1600 اشتهرت بجمال بناتها ومن هذه الأسرة أميرة رائعة الجمال اسمها أورطانس تزوجت نبيلا فرنسيا اسمه أرمان فأنجبا ابنتين بلغتا من الجمال درجة مقلقة جدا في مفهوم شرف العيلة ولدى أصحاب هذا المفهوم الذين كان أرمان واحدا منهم وذات يوم ركب أرمان هذا وزوجته وابنتاهما بحر المانش متجهين إلى بريطانيا لزيارة أحد نبلائها وفي البحر قال الرجل لزوجته وهو يشير إلى ابنتيهما إن ابنتين هاتين باتريسيا وفلانسيا جميلتان لدرجة مقلقة جدا فجمالهما هو من القوة والطغيان بحيث لا يمكن أن يحتمل وأنا لا أقبل هذا الوقع قال ذلك وقطب حجبيه وفتل شاربيه وكأنه من سادة القبائل في تاريخنا العربي فضحكت زوجته وقالت له ما رأيك في أن نعاقب باتريس وفلانسيا على هذا الجمال الطاغي العقاب الذي تستحقانه فنرميهما في البحر قال لا لن نرميهما في البحر إذن ما الحل؟ قال الحل عندي سأعالج كلا منهما على الصورة التالية سوف أقلع من فمها كل أسنانها وأنتف شعر حجبيها وأكوي بالنار خديها ثم أكوي ساقيها وذرعيها وشفتها السفلة وهكذا تزول من جسدها عوامل الإغراء فيهرب منها الرجال ويحفظ شرف العيلة فقاقها التارتانس وراحت تناوش زوجها وتشرب كونياك على شرف العيلة والذي يستدعي مثل هذا التدبير عقابا على الجمال ثم قالت له وهي تدير أنظارها في الضباب الناعم الهفاف الذي يغمر حولها كل مناطق البحر والفضاء ما أجمل أن تخلع باتريسيا وفالانسيا ثيبهما وتلبساه هذا الضباب دون سواه فعند ذاك إذا رأهما الشاعر الإغريق السوفوكلوس أو الشاعر الروماني فيرجيليوس ظن أنهما من إلهات الأولامب وأنك أنت جوبتير إله الآلهة ويقول التاريخ أن أورتانس لم تستطع أن تمنع زوجها العنيد الشديد من إجراء مرتواه من تصليحات على ابنتيه الجميلتين للمحافظة على شرف العيلة إلا بعد أن استعانت ببنات عمها الأميرات لورا وأوميليا ومارية وبقريبها مزران رئيس زراء فرنسا يوم ذاك وهكذا فإن أصحاب الشرف الرفيع لا يرون ما هو أسلم من أن تكون المرأة التي تخصهم دميمة بشعة وكما يتصرف أصحاب المحافظة على شرف العيلة يتصرف أصحاب السلطان في كثير من الديار للمحافظة على عزة الدولة فالفاهم الواعي العادل العاقل الصادق الشجاع في الحق الذي يحارب الفساد حيث يكون لابد من عقابه على هذه المزايا للمحافظة على الوضع القائم والحالة الراهنة طلبا للطمأنينة وراحة البال وعزة الدولة نعم لابد من عقابه وأبعاده عن الميدان فلا يبقى فيه إلا حديدان وهكذا يبقى شرف الدولة محفوظا وعزها ملحوظا وشعبها محظوظة كنا مع جورج الداق على طريقته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر